عبد الرحمن ناولني هل يعطيني يا سلام أربو لهون أول شي بنا نعمل و بدنا نعمل رأسها وهلأ بعد ما فكينا لأ رأسها يا غوالي منيجي هيك منجيب أصغر معلقة عنا بالمطبخ و منبدأ ينقيم البذور للجواتها بإمكان كنت أطعوها بالشكل اللي أنتو بتكون يا لكن أنا لح أطعها بهذا المآس بيكون تمام منتما أنتو شايفين لابس قفازات الحماية و عندي هون معلقة خشب و عليها الكلس و هون عندي طشت بلاستيك و جواته الموي بحط الكلس جوا و ببدأ حرك لحتى يدوب الكلس تماما و ببيض لون المحلول بعد ما حطينا كل كمية الأرع جوات محلول الكلس هلأ لازم نتركهم لمدة يوم كامل مو مشان شي مشان صحتهم يا غوالي منيجي تاني يوم و على طول بدنا نغسلهم كتير منيح و نحليهم من الكلس منجيب طنجرتنا الحبيبة و مننزل عليها ستة لتر موي مننزل عليهم خمسة كيلو من السكر بس يغليل أطر عنا مننزل خمسة كيلو من الأرع بعد ما ضلوا على الغاز خمس ساعات شوفوا ما شاء الله كيف صار لونهم و هيك عقد معنا الأطر هيك اللي احنا بدنا يشوف على الكمية اللي عندي بدي معلقة صغيرة كاملة من ملح الليمون بحطهم هيك على الوش و بتركهم لمدة عشر دقايق نص ساعة يغلوا مع بعض و إنشان معت يسكر عنكم الأطر بالمرة و هلأ بس بردوا رسميا منقول بسم الله يا كريم و منسكبوا لهيك شوفوا يا سلام يا سلام شوفوا ما شاء الله على هالقوام يا سلام يا سلام لس ساعة عبي قرش و قرش و آسين من برم نقول بسم الله يا كريم و من دوق